اكد صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز مسارات علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان وتنميتها على كافة الاصعدة منوها سموه بما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبين الصديقين من مستويات متميزة وأهمية السعيل متبادل لمواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مشترك والدفع به قدما نحو الآفاق التي تحقق التطلعات المشتركة في إطار ما يحظى به هذا التعاون من اهتمام من حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله معالي السيد فوميو كشيدا رئيس وزراء اليابان في قصر أكاساكا اليوم حيث استم استعراض السبل الكفيلة بتعزيز أفق التعاون وتنسيق الثنائي بين البلدين على كافة الصعود وأكد سموه في هذا الصدد مواصلة تنمية التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بما يدعم توجهات البلدين المشتركة تجاه تنمية والتطور وأضاف سموه أن مملكة البحرين تسعى إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع اليابان في إطار ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية طويلة وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات منويها سموه بالأهمية التي يشكلها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في تقوية علاقاتهما والذي على أساسه تحرص كل من مملكة البحرين واليابان على تقوية هذا التعاون بما يحقق مزيدا من الازدهار للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين وخلال اللقاء تم استعراض أفاق التعاون المشترك بين المملكة واليابان والمستجدات على الصاحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة من البلدين للتعاوض مع مختلف التطورات مع المضي قدما في مسارات التنمية المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر